ولكن عندما تؤمن بالرب يسوع المسيح يحدث عدة أمور بتتحرر من الخطيئة ومن العبودية الرب أعطاك طبيعة جديدة ومثل ما سمعنا من أم أحمد صرنا شركاء الطبيعة الإلهية هاربين من الفساد الذي في العالم بالشهوة فإذا تخيل أنه إحنا صرنا شركاء نشترك في طبيعة المسيح مش بس حررنا من الخطيئة صرنا أبناء وبنات للرب فإذا لست بعد عبدا بل ابنا وإن كنت ابنا فوارث لله بالمسيح أصبحنا أبناء أصبحنا بنات للرب وأما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يصير أولاد الله أي المؤمنون باسمه مش بس صرنا أولاد وبنات للرب أصبحنا خليقة جديدة مكتوب إذن إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة الأشياء العطيقة قد مضت هو ذا الكل قد صار جديدا مش بس هيك أحبائي نلنا يقين الخلاص يعني صار عنا ضمان الحياة الأبدي ويقينها في الحاضر لأن هذا هو وعد المسيح لكل من يؤمن به ويقبله ويتبعه كربا ومخلصا على حياته طبعا إحنا فيه امتيازات كثيرة منها نلنا السلام في الرب والمصالحة مع الرب ونلنا التبرير والتقديس والتمجيد وكل البركات الحلوة اللي بيتكلم عنها الكتاب المقدس ولكن هذا الخلاص مثل ما ذكرت له قوة قال رسول بولوس في رسالته إلى هالروميا صح الأول والآية 16 قال لست أستحب إنجيل المسيح لأنه قوة الله للخلاص لكل من يؤمن لكل من يؤمن لليهود أولا ثم لليوناني لأن فيه معلن بر الله من إيمان لإيمان كما هو مكتوب أما البار فبالإيمان يحيى هذا الخلاص له أبعاد ومزايا كثيرة هذا الخلاص هو الخلاص الأخبار الصارة يعني أعرفكم بالإنجيل فالإنجيل هو الأخبار الصارة البشرة الحلوة إنه خلاص ما عدناش رحين على جهنم صار إلنا حياة أبدية بالمسيح يسوع ربنا بلوق الإصحاح الأول مكتوب خلاص من الأعداء في أي 71 نعبد الله بخوف يعني نعبد الله بدون خوف من الأعداء لأنه حتى في أماكن كتير للأسف حتى العبادة عليها ضغط كتير لا تستطيع أنك تقرأ الكتاب المقدس لا تستطيع أنك تتكلم من الكتاب لا تستطيع أن تترك دينك لأنه فيه طبعا عواقب أنك تترك دينك يعني الإنسان مضغوط عليه ومضغوط على حريته أنه يختار أي إيمان يريد فيه الخلاص من الأعداء ولكن يوم للأيام رب يسوع عندما يأتي ثانية رح يكون خلاص أبدي على الأرض أحبائي خلاص يعني ملكوت الله بيكبره الكنيسة فعلا بتمتلك والله بيكمل عمله في حياة المؤمنين فبالنسبة للإنجيل لبولوس أنه ما كانش خجلان هذا الإنجيل هو إنجيل الله إنجيل ابن الله إنجيل المسيح هذا الإنجيل أحبائي اللي فيه بشائر مثل متة ومرقص ولوقة ويحنى تعليم المسيح سيرة حياة يسوع المسيح ولكن الأهم الأخبار الصارة أنه المسيح مات من أجل خطيانة وأنه دفن والمسيح حي هزم الموت وقام أقام نفسه وهذا ما يتميز به يسوع المسيح وهذا الخلاص أحبائي كان بحث الأنبياء كان بحث العلماء كان بحث الفلاسفة يعني لا يسعني أقول مثلا الفيلسوف أبيكتيتوس بيسمي الخلاص مستشفى النفوس المريضة لما كان بقدم محاضراته للتلميذ تعليم أبي كوريوس اللي كان بيحاربها بولوس في أعمال 17 ولكن بيتكلم عن دواء الخلاص سينيكا اللي هو كان معاصر للرسول بولوس قال نحتاج يد ترفعنا إلى أعلى واي صرخ حتى هذا اليوم الناس عم بتقول نحتاج إلى يد ألم يقول الكتاب أنه خلصت يده ويمين ذراعه فالله هو المخلص ما طرد بي عنونا ليسموا يا رب كنت اضمونا اخspeed وPS عز وير رب وير